السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود احمد وانه هرده نتكلم في عن موضوع مهم يمكن انت مش حسه مهم او انت بتتجهل وانت بتكود ولكن انها حاجة مهمة جدا وانعرف انه هرده ليه هي مهمة وانعرف كمان ازاي نكتبها بطرق اسم هرده نتكلم عن كود كومنتين او كود كومنتز ازاي كتب كومنتز للكود وليه اصلا هتنكتب كومنتز للكود وايه الفايدة من ان نكتب كومنتز للكود والطرق الكويس اللي انا اكتب كومنتز بيه دخلنا اول حاجة خارس انا هفتح سابلاي ويهي هصغره شوي كده بحسب ان احنا نعرف نفتح الايدل جنبه وهاجينا هفتح الايدل وهاجينا من ايدل هعمل نيو فايل مش محتاجين ده دلوقتي خلنا كده نشرح هنا على اليمين يعني ايه قصهم كود كومنتز او ازاي بكتب الكومنتز في الكود وبعد كده نطبق عاملي على بايتان بسم الله اول حاجة خالص الكود كومنتز ممكن اجل زي هناك واحنا بيقصم ليه بنكتب كومنتز لازباب كتير والازباب دي مهمة وما يفعش انك تجهل لك يعني ما يفعش ان انت تهمل انك تكتب كود كومنتز ولازم تاخد بالك ان فيه فرق بين الكود كومنتز والكود يبقى فرق ان انا اعمل كومنتز للكود وان انا اكتب كومنتز ويبقى ان الفيديو تاني هنتكلم فيه عن كومنتز ازاي تعمل كومنتز للكود طيب بكتب كومنتز عشان في اول حاجة خالص بديسكرايب الكود بوصف الكود ده بيعمل ايه طب بتوصف الكود لمين بوصف الكود للديفليبرش بمعنى يعني الكومنتز محدش مش بيشوفها المستخدمين بتوع الكود لأ الكومنتز بيشوفها المبرمجين اللي شغالين معين وفي اغلب الاحيان اللي هيشوفها هو انت بمعنى ان انت لو بتكتب تطبيق او بتشغال في مشروع وبتطور فيه بناء يعني مطارد فيه على مدار الايام فلو جيت انت ترجع على اجزاء انت عملت له كودينج من فترة هتلاقيها الى حد ما مبقيتش انت مبقيتش انت مبقيتش هي بالنسبة لك سهلة الفهم وقت ابدأ تحول تفكر انت كنت مكوت ده ازاي ممكن ان انت تكتبه بطريقة افضل او كده في وقتها الكود كومنتز هي من الحاجات اللي هتساعد لك جد ان انك تبقى فهم الكود سواء الكود ده بتاعك من فترة او الكود ده بتاع حد شغال معاك للتيم تمام يبقى ده حاجة تاخد بالك منه مش حاجة سهلة انه هو بيوصف الكود وبيساعد في الديفليبرش طيب الكود ده بيساعد اول حاجة انه هو يفهم الكود بمعنى ايه بمعنى اللي ده قاتل لو انت كاتب الفونجشن دي بتنفس حاجة معينة في وقتها اللي شغال معاك هياخد وقت كبير علشان يفهم الفونجشن ده بتعملي او الكلايس دي بيتنفس ايه او الالجرمات اللي انت مستخدمه هنا ايه الغرض منه فقطها لو انت كاتب كود لو انت كاتب كومنس على الكود ده فالديفليبر اللي معك او الناس اللي شغال معك هيبقى سهل ان هي تفهم الكود ده معمول ليه وتفهم كمان بتاعه الغرض بتاعه وتفهم كمانا الدزاين زي ما احنا نشوف بعد شفية بتفهم الكود معموله ازاي ازاي وبيتكلم عن ايه طيب عشان هكتب كومنس ايه اللي انا محتاجة اعمله كلنا انت محتاجة تعمله في بايثون انك تكتب الهاشتاج علامة الشباك وبعد كده تبدأ تكتب اللي انت عاوزه تبدأ تكتب الكومنت وطبعا لكل سطر هتبدأ تضاف له هاشتاج نفيش اي مشكلة خالص طيب يبقى احنا كده قلنا الكود باستخدامه عشان خاطر هو الكومنت باستخدامه عشان هو بيوصف الكود وبيساعد هو اصلا خاص بالديفلوبرز اللي شغاله معي لكن اليوزر زي ما مش بايشوفه بسعيد ان انا افهم الكود وافهم الغرض متاعه وافهم الدزاين بتاعه طيب الكومنتز كمان ممكن استخدامها في حاجة في التاجينج بمعنى ايه لو انا مثلا عاوز مثلا عاوز في حاجة هنا محتاجة تتعدل يعني مثلا هنا في باج في حاجة محتاجة تصالح فبكتب كده اعمل هاشتاج وبكتب باج ايه معروف ان دي باج وممكن ايجي هنا بعدها واكتب بتاعها وان مثلا فيه هنا ارر واحد اثنين تلاتة تمام ممكن كمان لو انا عاوز اعمل حاجة زي تو دو ودي مدعومة في اكثر الاريتورز فاتوب انت كاتب تو دو وده معناها ان في حاجة هنا محتاجة يتم تعدلها ومحتاجة تتعمل فيه كمان لو انت اكتشفت ان في حاجة هنا محتاجة ان يتم تصلحها فممكن تكتب فيكتب فيه بحسب ان يبقى فينا حاجة محتاجة ان يتم تصلح فانا ممكن استخدم كمان الكومنت للتاجينج طيب عندي بعض الملحظات اللي انا يفضل ان انا استخدمها وانا بعمل تاجينج اول حاجة خالص التاج وانا بعمل كومنت قضي اول حاجة خالص اخب بالك منها ان الكومنت يكون اقرب ما يكون للكود بتاعه يبقى كيب كومنت كلوس تو كود بمعنى ايه لو انت مثلا عندك كود كتير وعاوز تكتب كومنت خاص بالفونكشن دي فاكتب الكود ده جنب الفونكشن ما تكتبوش فوق الكلاس مثلا او تحط وصف كامل للكلاس بالميثود اللي جواها فوق الكلاس من فوق لا انت حط الكومنت فوق كل ميثود بيشرح الميثود دي بتعمل ايه او الميثود دي بتوضح ايه طيب تانى حاجة ما تستخدمش كومبليكس ووردس ما تستخدمش كلامات معقدة احنا اصلا عاملين الكومنت دي عشان خطر تسهل على الشخص اللي بيشتغل معي فانت ما تجيش انت بقى تباوز الدنيا وتكتب انت كود او تكتب كلام يكون صعب ان هو يتفهم لأ خلي الكلام آآ يكون سهل آآ الفهم بالنسبة للناس اللي شغلة معك فمتستخدمش كلمات صعبة او مستخدمش كلمات مش مفهومة او كده تمام طيب تانى حاجة ما 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 تحاولش انك بمعنى ما تحاولش انك تجيب كلمات متقرار او بتحاولش انك توصف الحاجة اكتر من مرة لان اصلا لان اصلا كده كده دي مش حاجة كويسة انت بتكتب الكومنت بقى اللي عد السطور ممكن توصف الحاجة اللي انت عاوزها بس ما ما يبقاش فيه اا التكرار طيب خلينا بعد كده نشوف ازاي انا هكتب كومنت عاوز مسلا اشوف هنا طريقة او اشوف مثال لكتابة الكومنت حاجة انا هنا دلوقتي وهنا استخدم ديه لو انا بسلا عندي خلينا الاول ندخل على نكبر الخط لان نناس كتير منكم بتشتكي من الخط نجيب اكبر حاجة ممكن او تماما انا بس ان هنا مكاريت فونكشن ديه وافترض من ان هي الفونكشن دي بتجيب لي ملتبليكيشن تيبل فديف ملتبليكيشن تيبل وبعد كده بتاخد مسلا للبداية اللي ستورت والاند بتاخد البداية منك البداية والنهاية بتاع اللي هي مسلا انت عاوز تجيب رقم من اتنين مسلا لتمانية فوقتها بتاخد البداية والنهاية بس كده وبعد كده هتقوم انت جاي هنا لقطتين وبعد كده تبدأ تحط بتاع الكود بتاعك زي ما انت عاوز لحد ما الكود ينفز الاخر ويعمل كل العملات الخاصة بها طيب لو انا عاوز اول حاجة هتعمل خالص ان انت هتجي فوق وتبدا انت توصف الكود بتاعك احنا كده عملنا وصف بسيط من دي دالة بتتبع جدوة للضرب من اول بتاخد الارجومنت اللي هو الارجومنت التاني طيب لو انا مسلا جيت وكتبت انا هنا كتبت اللوجيك معين وعملنا مسلا لكل لكل مسلا اكس موجودة وروحت انا هنا مسلا الستارت وروحت انا مسلا ملفز انا حاجة مسلا اي حاجة اي ان كان اللي بيتنفذ فوقتها لو انت شايف ان الكود اللي مكتوب اللوب اللي جوا ده فيه لوجك كثير او انت مسلا مستخدم من ام او مستخدم مكتب الخراجية او الكود ده كود كبير وفيه حاجات فممكن تيجي قبل الكود هنا وتبدأ تحط كومنت وتقول مسلا المسلا كذا مسلا فانت علشان خاطر اللوب اللي جاي ده في exploration فانت ممكن تكتب هنا او تكتب فوق اللوك بالضبط الحاجة اللي انت عاوست اكتوبها خاصة بها توعمmän يليكون انها دلوقتيا هناك اهيد لو انا كاتب فونكشن هاجي اكتب فوق فونكشن الحاجة اللي انا عاوزها الكومنت اللي انا عاوزه ولو ان انا كاتب فيه حتة في الكود فيها في اكتوبه طيب انا طبعا في اي حتة لو انا مثلا شفت الكود ده وعاوز يعنى مثلا انا اعمل الكود اهو لو يفترضان هنا عندي هنا تاني هو اللو يقول مثلا فور فيه كود مفروض يبكتب بينه فممكن اجي عادي خالص هنا لو انا اشغال معي ناس في التيم او لو انا حتى بكتبه لنفسي عشان افتقر بعدين فهوم اعمل ومكاتب وبعد كده او اعمل ايه او اعمل مثلا اي حاجة او عشان ينفس حاجة معنا عشان خطر لما تعرف ترجع عليك جدا وهتلاقي كمان اشهر اللي موجودة زي وكده لما انت بتكتب حاجة بتعرف توصلها بصولة بيوصلك لكل وكذا التعرف تشوف كمان تقف تكتب انه ان في حاجة محتاجة تعملها وكذا وزي ما قلت حاول انك تستخدم كلام بسيط مستخدمش كلام صعب او يبقى صعب يتفهم تاني حاجة حاول انك تخلي قريب اقرب ما يكون للحاجة الخاصة بيه وتقسمه الحاجات ببسطة كده مع ان انا كم منكم ناخد كل دول اكتبهم فوق الفونكشن لأ بس الافضل ان انت فوق كل حتة فيها تكتب الكومنت بتاعه زي ما قلت الكومنت ده محدش يشوف غير ودي الفايدة الوحيدة منه ان يقدر يفهم الكود ويقدر يتعامل مع الكوب بصولة بناء على اللي انت كتبت في طرق تانية ان انا ممكن اكتب الكومنت دي ولكن تبقى خاصة باليوزر وطرق كتابتها مختلفة وهي دي ازاي الكود ويبقى لنا الفيديو تاني ان شاء الله هنتكلم ازاي نعمل للكود فيديو ده كان بسيط بس صدقني الكومنت مهمة جدا 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 وانت يمكن ان انت حتى لو مش شغال مع تيم هتحس بفايدتها بعدين لما تجي ترجع للكود بتاعك جربت استخدمها هتفرق معك جدا وهتشوف كده بمستواك خلال فترات يعني لو انت كتبت الكود ورجعت له بعد اسبعين وصلت على الكومنت هتلاقي كل حاجة كي انك انت ما سيبتش الكود اسبعين او اللي انت ما سيبتوهش الفترة دي ليه لان الكومنت وصلت لك الفكرة اللي كانت في بالك وانت اصلا بتكود تماما اتمنى الفيديو يكون واضح للناس لو فايز تفسار او وسيلة سيبه في الكومنت في فيديو تاني هنزل ان شاء الله عن والدوك سترينجز هنشوفه بالتفصيل شافكم على الخير كان معكم محمود احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة